والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز من أكتر الصفات اللي بتحافظ على العلاقات الطويلة هي الأمان الإنسان بيمسك في أي واحد يشعره بالأمان ومن أكتر التصرفات اللي بتشعر بالأمان هي الإنصاف الإنصاف في العلاقات الإنصاف إن أنا مجيش عليك اتباعاً لهوايا الإنصاف إن أنا أشهد إن أنت صح لو أنا متناقش معاك اكتشفت إن أنا غلط رغم إن أنا كنت محموق وعمال أجيب أدل على صحة كلامي وفجأة اكتشفت إن أنت صح وأنا فاهم غلط أنصفك وأقولك صح أنا ما كنتش فاهم وإنت اللي كنت شايف الرؤية السليمة الإنصاف ده بيشعر البني آدم إن الحق موجود دايماً لأن عكس الحق الظلم والظلم بيضمر أي علاقة كان سيدنا الإمام الشافع يقول ما نظرت أحداً على الغلبة عمري ما دخلت في منظرة مع حد عشان أغلبه وما نظرت أحداً إلا ووددت أن يظهر الله الحق على يديه يا أخي قول أنت الحق مش لازم أنا المهم نوصل مع بعض للحاجة السليمة ده اسمه الإنصاف لما سئل سيدنا الحسن البصري لمن أزوج ابنتي قال زوجها لصاحب الدين الذي إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها فيه هنا إنصاف ومن الأشياء اللي بتخلي الإنسان مرتبك في العلاقة أني أحس أن اللي قدامي متبع هواه وبيجذب وبالمصري بيحور وبيلف ويدور عشان ينتصر في نقاش أو يسلب حق معين شخص مش منصف تعرف ربنا في القرآن رغم أن أهل الكتاب كانوا يخالفوا النبي في العقيدة عليه الصلاة والسلام لكن ربنا شوف الإنصاف القرآني يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة معنى الآية في ناس من أهل الكتاب قد تختلف معهم في العقيدة لكنهم أهل أمانة وصدق وثقة تأمنه بقنطار مبلغ كبير يؤده إليك مش محتاج تبقى فوق دماغه عشان يرجع لك حقه حقك وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقت ما كان الصحابة بيضطهدوا في المدينة قال لهم اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا كان مختلف مع النبي في العقيدة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد مستوى ده من الإنصاف لما بيبقى موجود ما بين الأصحاب ما بين الأب والأم وعيالهم ما بين المتجوزين يعني مثلا مشهد يعني في منتهى الرقي لما تلاقي أب بيتناقش مع ابنه وبيتجدله في حاجة وبعدين فجأة قال أب بيتصدق أنت يا ابن طلعت تفهم أنا ما خدتش بني من الموضوع ده وكأنه رجع للحق كده الإحساس ده بيخلي الابن بعد كده ممتلق بالثقة ويعرف يعبر على وجهة نظره ويتعلم منك المشهد ده ويعمله مع الأصغر والأضعف منه جميل الإنصاف ما بين الراجل والست فاكر سيدنا النبي لما قال لا يفرك لا يبغض لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلق رضية منها آخر كلام ده لرجالة والستات مش معنى أن فيه عيب في اللي قدامي أنه كل وحش خليك منصف عشان كده الإنصاف يمكن يكون أحد أسرار حصول الأمان والأمان أحد أسرار بقاء العلاقات الطويلة أستاذ عمر مهران عنده رؤية في مسألة الإنصاف في العلاقات أحب أنه هو يشاركنا بيها ونسمعه في كنوز تجارب الحياة الحيادية في العلاقات من الحاجات المهمة جدا شفت واحد كان بيطلق مراته وهي تتدعي أنه هو إنسان مش كويس وبتتبلع عليه أنه هو عنده علاقات بنساء تانية وفي نفس الوقت الحقيقة هو تعبان من تعاملاتها جدا وهي شخصية مؤذية جدا إلا أنه هو بيتطلقها أكرمها ودالها فوق حقوقها كتير وكانت الناس بتقوله أنت ليه بتعمل كده كان بيقولهم ده حقها علي بعيدا عن المشاكل اللي بيني وبابينها وهو ده أصل الحياة دي في العلاقات إنه تفصل ما بين الخلاف والحق والحقيقة ما ده عكس اللي بنشوفه في حياتنا الفترة دي في الانفصال ما بين الأزواج الغالب إن الناس بتعرفش تفصل بالعكس بيبقى عارفة إن ده حقها لكن هو عشان مختلف معاه ومتدايق منها ييجي على حقها وسبحان الله ده عكس منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما النبي كان عنده سر كبير جدا وقت فتح مكة مش عايز أهل مكة يعرفه إنه هو جاي حاربهم لأن اللي معاه أهلهم ومش عايزين يحصل ما بيننا وما بينهم دم فالنبي ما قالتش لسيدنا أبو بكر وما قالتش لأمنا عائشة إنه هو رايح مكة إذا بصحابي واحد النبي يقول له إن أنا رايح أفتح مكة بس من غير محد ما يعرف اسمه سيدنا حاطب ابن أبي بلتع وإذا بسيدنا حاطب ابن أبي بلتع يبعد جواب لأبو سفيان كبير مكة أو قائد مكة يقوله إن إحنا جايين نحاربكه فالوحي ينزل يقول للنبي فالنبي يبعد سيدنا عليه يجيب الجواب ويرجع فالنبي يقرأ الجواب والصحابة قاعدين فيقول له ما هذا يا حاطب فسيدنا حاطب ما عندوش مبرر قال له كلام مش مناسب فسيدنا عمر قام قال له دعني أقطع عنك هذا المنافق فالنبي قال لا إنه رجل يحب الله ورسوله هو غلطان صح لكن هو لي حق عندنا أنا مختلف معاه في اللي هو عمله تماما وكان الضرر حيبقى كبير بس أنا مش حضيع حقه اللي عندنا ورب العالمين فقانونه الحيادي مع عباده إن الحسنات يذهبن السيئات تعمل حسنات تضيع سيئاتك لكن إن السيئات لا تذهبن الحسنات مش معنى إنك تعمل سيئة فتزعل ربنا منك أو تعمل حاجة مش المفروض تعملها ربنا ما يقبلهاش فحسناتك تضيع بالعكس من الحيادية والرحمة والإنصاف إن ربنا يبقي حسناتك زي ما هي بس تاخد سيئة فعايزين في حياتنا ما نقعش في فخ عدم الحيادية لإن عدم الحيادية وعدم الإنصاف كبيرة جداً عند رب العالمين ترجمة نانسي قنقر